هنرجع تاني سيد العالي ولكن خلينا سيادتك السودان لما حصل عدم تنسيق او عدم اختار من السيوب للسودان المحطات اتأثرت وبالتالي ايه اللي تم على الارض لا اللي حصل في الارض مشكلة كبيرة جدا الميا قطعت عن العديد من المدن وهمها الخرطوم العصمة يعني نعم اسابية وبعدين المشكلة ان السودان تعرض للمشكلتين مع بعض مفيش ميا وفيضان ميا يعني جرب المشكلتين مع بعضه في اقل من شهر نعم نقص شريد جدا في الميا نتيجة الحجز نعم عبارة عن توقيف محطات مياه الشرب مستوى هائل على مستوى محافظة الخرطوم وبعد المحافظات الاخرى بعد كده فيضانات عالية بالاضافة لفيضانات محلية دمرت مستعمرات سكانية وضمن اراضي زراعية واحنا بعتنا مساعدات كتيرة طبا احنا وتواجدنا ومستشفات وغيره طبعا وده واجب مصر يعني طبعا يعني دولة كبرى في العالم العربي يعني نعم فده اللي حصل للسودان ده بالتجربة الحية فالمفروض الحقيقة ان احنا نعمل حسابنا انه قربته اه خلوا بالكو اهو طب ماذا بعد لو مالوا اللي هم عايزينه بزبط هيحصل ايه وبعدين اللي انا عايز اقوله ليه الكلام ده هي مصر هنا بتشترط حد ادنى للتصرف حد ادنى للتصرف والسودان يهمها حد اقصر التصرف عشان تسددها ايه الفرق بالاتنين الحد الادنى للتصرف انه هو يضمن الامن المصري ايوه ويضمن ان السد العالي يقوم بوظائفه الرئيسية الكافية للحفاظ على الشعب المصري ده مصر طلبته واسيوبيا عايزة اكتر والسودان مالهاش موقف من الكلام ده رغم انه ايه انها جربت الجفاف طيب السودان ما انت ده كل الشروط المصري المحطوطة هي عبارة عن معامل امان اول للسودان ثم مصر ثم مصر لان المياه هتمر على السودان ثم تمر على مصر ايه الهدف من الكلام بتاعي ده انه ما بيننا وبين السودان الشقيق وانا الحقيقة بقوله السودان الشقيق طبعا لانه هو شقيق واستراتيجي واهم دولة عربية بالنسبة لمصر على مدى التاريخ نعم بلا شك يعني نعم فسواء السودانيين او بعض السودانيين على فكرة يعني نعم يعني فيه تنصيق كيامل شايفين منورات عسكرية شايفين يعني فيه تفاهم كبير جدا ما بين القيادات انا لانا الحقيقة النصيحة بتاعتي ان لازم نبص الاتفاقية التسعة وخمسين ولازم نبص المصالح المشتركة ولازم نبص ان مصر والسودان متضررين فعلا